السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور عمر عبد الرحمن الحمادي المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات وإجراءات التعامل مع مرض كوفيد-19 كما سيكون معنا اليوم الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الأخوة والأخوات نستعرض معكم بعض الإحصائيات والأرقام لمستجدات الوضع الصحي خلال سبعة أيام بداية من 23 سبتمبر الجاري وحتى اليوم خلال هذه الفترة تم إجراء 668.377 فحص على مستوى الدولة هذه الفحوصات كشفت عن 6.643 حالة أي ما يعادل 1% من أجمال الفحوصات مقارنة بمعدل 0.8% للأسبوع الذي سبقه وبمقارنة هذه الأرقام مع المعدلات العالمية وإذا تم حسابها من الناحية العددية فإن الرقم يعادل 9.6 إصابة لكل 100 ألف نسمة بينما بلغ معدل الإصابات في بعض دول العالم 150 إصابة لكل 100 ألف نسمة شكل الذكور خلال هذه الفترة نسبة 62% من إجمال الحالات المكتشفة والإناث شكلوا 38% من الحالات 58% من الحالات المكتشفة يتراوح أعمارها ما بين 25 و 44 عام ارتفع معدل وفيات خلال نفس الفترة من 0.1% إلى 0.3% والذي يعتبر أقل من 1% بينما بلغ معدل وفيات في مختلف دول العالم ما نسبته 8% الأخوة والأخوات هناك موضوع مهم نود التطرق له في ظل ما نشهده من حالات وانتشار مرض كوفيد-19 حول العالم موضوع المخالطة وماذا نعني بها أولاً خلونا نعرف من هو الشخص المخالط المخالط القريب هو الشخص الذي خالط شخص مصاب تأكدت إصابته بفيروس كورونا بحيث كانت المسافة بينهم تقل عن مترين ولمدة لا تقل عن 15 دقيقة تكون المخالطة قد حصلت يومين قبل ظهور الأعراض على الشخص المصاب وفي حالة عدم ظهور الأعراض على المصاب تحتسب المخالطة يومين من تاريخ إجراء الفحص للشخص المصاب المخالطين للمصاب هم أفراد الأسرة زملاء العمل وكذلك المخالطين من الأصدقاء والأقارب عندها تقوم الجهات المختصة بعملية تعقب لكل المخالطين المحتملين من أجل التأكد من سلامتهم لا سيما وأن المريض هو مصدر محتمل لنشر الفيروس حتى في حالة خلوة من الأعراض عملية التعقب للمخالطين ليست بالعملية السهلة والجهات المعنية تعطي الأولوية إلى الفئات القريبة جدا من المصاب قبل الشروع في تقصي الحالات البعيدة كذلك يتم تعقب المخالطين لفئات مرضية تعاني من أمراض مزمنة لأن هذه الفئات قد تتعرض لمضاعفات خطيرة في حال انتقال العدوى لهم ننصح في هذا المجال كل مخالط أن يعزل نفسه لمدة أسبوعين تحتسب من آخر لقاء مع المصاب حتى لو كان المخالط لا يحمل أعراض مرضية أو حصل على نتيجة سلبية لفحص الفيروس فالعينة السلبية لا تغير من مدة العزل أما في حالة ظهور الأعراض فإنه يتوجب على الشخص أن يعزل نفسه فورا لوجود احتمال أن يكون مصابا بمرض كوفيد-19 ثم يستكمل إجراء الفحوصات بحسب البروتوكول المتبع كما يجب على المخالط تأجيل أي نشاطات تضمن الاجتماع مع أشخاص آخرين أو السفر أو زيارات الأهل وغيرها إلى حين استكمال فترة العزل والتأكد من خلوة من الفيروس الأخوة والأخوات معنا الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإطلاعنا على بعض المستجدات الأخوة والأخوات السلام عليكم نرحب بكم من مركز العمليات الوطني في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لا تزال حكومة الإمارات بمختلف مؤسساتها تعمل وبكامل جهودها على مدار التسع أشهر الماضية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وهنا لا بد من الثناء والتقدير للأبطال في خط الدفاع الأول والشكر لأفراد المجتمع على تعاونهم والتزامهم خلال هذه الفترة مع الارتفاع الأخير والملحوظ في عدد الإصابات اليومية في الدولة كان لا بد من التشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية على صعيد الأفراد والمؤسسات ورصد أي مخالفات أو سلوكيات قد يكون لها أي تداعيات سلبية على صحة وسلامة المجتمع وتم في هذا الصدد وخلال فترة أسبوعين امتدت من الأول وحتى الخامس عشر من سبتمبر الجاري رصد عدد من المخالفات في مختلف مناطق الدولة وبإجمالي بلق 24.894 مخالفة وجاءت مخالفة عدم لبس الكمام كأكثر مخالفة تم رصدها خلال هذه الفترة تليها مخالفة عدم التقيد بعدد الأشخاص المسموح بهم في السيارة الواحدة وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وأخيرا التجمعات العشوائية جاءت الجنسية الأسيوية كأكثر جنسية مخالفة خلال نفس الفترة بنسبة 81% تليها الجنسية العربية بنسبة 19% أما بخصوص توزيع المخالفات داخل الدولة جاءت أكثر المخالفات التي تم رصدها في إمارة دبي تليها أبو ظبي ومن ثم الشارقة وعجمان وإمارة الفجيرة وأم القوين وأخيرا رأس الخيمة نؤكد على أن لا أحد فوق القانون وأنه سيتم تطبيقه بحزم على الجميع السادة المشاهدين حكومة الإمارات كانت ولا تزال حريصة على عودة الأنشطة في مختلف القطاعات وعلى إشراك جميع أفراد المجتمع في مسؤولية العودة الآمنة ومن خلال توعيتهم بأهمية هذه المرحلة وضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية حيثما كانوا حفاظا على صحتهم وصحة الآخرين قامت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مع شركائها بتطوير وإصدار بروتوكولات وأدلة إرشادية لمواجهة انتشار الفيروس مع عودة عمل مختلف القطاعات وبهدف ضمان استمراريتها وتحقيق التوازن في كافة القطاعات ومنها الاقتصاد والطيران والعمل الحكومي والتعليم وغيرها ومن هذا المنطلق نعلن اليوم عن استئناف مسابقات النشاط الرياضي وبإجراءات وضوابط محددة تضمن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومن خلال ممارسة هذه الأنشطة الرياضية والمسابقات المختلفة ونود التأكيد على أنه تم تطوير بروتوكولات وأدلة إرشادية لضمان العودة الآمنة للأنشطة الرياضية بناء على دراسة المعطيات على أرض الواقع والنظر في أفضل الممارسات العالمية وبإشراف مباشر من فرق طبية ونقاط اتصال تتولى إدارتها الاتحادات الرياضية كل حسب مجاله تمنياتنا بالصحة والسلامة للجميع وشكرا لكم شكرا للدكتور سيف الأخوة والأخوات كل إنسان فينا سيخرج من تجربة الجائحة بشيء سيحكيه للأجياء القادمة المصاب سيحكي قصة مرضة المعافة سيحكي قصة تعافي والجميع لديه تجارب ستبقى دروس وعبر وأعظم دروس الجائحة التي سنرويها دائما أن الامتنان لنعمة الصحة وأن الوقاية خير من العلاج حفظ الله شعب الإمارات من مواطنين ومقيمين ودمتم بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر